السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال الدرس الذي سنتناوله اليوم هو إشارة الثور من حيث معناها وأماكن وجودها ودلائلها وبعض الحالات الخاصة إشارة الثور بشكل عام ورأس الثور بشكل خاص وهذا الأخير هو الذي سنركز عليه إشارة يهودية بالدرجة الأولى ولو استخدمت على نحو محدود من قبل حضارات أخرى كإشارة من إشارات الكنوز إشارة رأس الثور يغلب عليها أنها تأتي بارزة نفر وقل ما تأتي رسم أو لبخ أو نقر وتخطيط إلا أنها إذا جاءت على هذه الحالات الأخيرة فإنها تكون أقل قيمة تكنيزية تتواجد إشارة رأس الثور في أماكن عديدة في عالمنا العربي من أهمها العراق وبلاد الشام عامة والمغرب العربي ونادرا ما تأتي في الجزيرة العربية أو تركية إلا أنها قد تتواجد أيضا في جنوب شرق تركيا وغرب إيران ولكن بمحدودية إلا إذا كانت في الجبال الشرقية من إيران فحينئذ تكون ذات أهمية خاصة وتدل عندها على مغر فلكية يهودية النقطة الأكثر أهمية والتي يجب أن لا ينساها أحد من الباحثين في علوم الآثار هي أن إشارة رأس الثور التكنيزية لا يمكن أن توجد لوحدها كإشارة منفردة بل تكون جزء من سلسلة إشارات تتابعية كما هو الحال في غالبية الإشارات الأثرية الدالة على كنوز وقد تأتي هذه الإشارة كإشارة رئيسة وقد تأتي تثبيتية وهي إشارة دالة بالضرورة على مغر يهودية أثرية ثمينة جدا ودفائنها من نوع دفائن الدول والحكومات الغابرة أي دفائن كبيرة ويغلب على دفائنها التحصين الشديد إما بواسطة المصائد الخطيرة كالدرجة القلابة والبئر العميق المخفي والرمال الناعمة الكثيفة المتساقطة بسرعة شديدة ومفاجئة أو الطلاسم السحرية وغيرها مما قد لا يخطر على باله قلت آنفا أن هذه الإشارة رأس الثور قد تأتي إشارة رئيسة وقد تأتي تثبيتية ففي الحالة الأولى لابد أن يكون لها تثبيت وهو علامة مميزة تكتشف بالملاحظة الدقيقة لها علاقة بأحد أجزاء الرأس كالعين أو الأذن أو القرنين حيث يغلب وجود جزء ناقص هو إشارة التثبيت ويجب العثور عليه من أجل العثور على مدخل الدفين وإما أن توجد إشارة تثبيت مهمة ولكنها ليست من أجزاء الرأس باتجاه شيء مميز في الرأس كأن تكون إحدى العينين أضيق من العين الأخرى الطبيعية أو انحراف في إحدى الأذنين أو ثني في أحد القرنين أو يكون الفم مفتوحا وعلامة التثبيت قد تكون جرن جانبي أو ختم ملكي على جدار وغير ذلك وفي حالة أن يكون رأس الثور إشارة تثبيت فإنه يكون مرتبط بإشارة رئيسة من نوع يختلف عن جنس حيوان الثور فقد تكون الإشارة الرئيسة أي إشارة من الإشارات اليهودية كالنجمة السداسية والشمعدان الخماسي أو السباعي والدراسات الميدانية لكل حالة على حدة تبين فيما إذا كانت الإشارة رئيسة أو تثبيتية ولا يعتمد هذا النوع من الإشارات على قياسات ومسافات معينة ومحددة مثلا لا نقول النجمة السداسية كم قطرها أو أبعد مسافة بين أجزائها أو أطرافها لا نقول مثلا كم طول الشمعدان فقط للاستئناس يعني الطول هنا طول هذه الإشارات ليس مهما من ناحية القياسات ولكنه مهم في حالة واحدة هي تمييز فيما إذا كانت هذه الإشارة ثانوية أو رئيسية ولكن بشكل عام يجب أن تكون الإشارة الرئيسة أكبر من إشارة التثبيت كما أسلفنا لا تبحث أخي المتابع الكريم عن هذه الإشارة في السهول والمناطق المنبسطة بل ابحث عنها في سفوح الجبال والتلال والهضاب وعلى صخور ثابتة ومن أصل الأرض وغير منقولة مهما بلغت ضخامتها فإن إشارة رأس الثور لا تأتي أبدا أبدا على صخرة ضخمة إذا كانت منفصلة عن الأرض وهذه المعلومة تعتبر من أساسيات تحليل إشارة رأس الثور لماذا لا تأتي إشارة رأس الثور إلا في مناطق جبلية أو شبه جبلية هذا إخوتي الأحبة يعود إلى الفن اليهودي أو الغريزة اليهودية في تحصين الأموال وإخفائها واختيار أماكن صعبة ومعقدة بحيث يتم التمويه وبحيث يمكن إيجاد وصنع فراغات كبيرة جدا في هذه السفوح الغامضة والتي قد تحتوي على علامات تمويهية تحير الباحث وتزرع الشك والريبة في قلبه وقد يكون يقف فعلا أمام باب مغارة تكنيزية ولكنه لا ينتبه لها بسبب تشابه هذه المواقع في سفوح الجبال تشابه الصخور أيضا توجد صخور تغطي كثيرا من الأنفاق والمداخل والسرديب وعموم الفراغات الموجودة ولذلك إشارة رأس الثور كونها تدل على كنز ثمين جدا ثمين وكبير فلا توجد في أراضي سهلية لأن الأراضي السهلية أراضي ترابية أيضا وأراضي طينية وأراضي ترسبات ترابية قد تتزايد مع الزمن حتى تتجاوز عدة أمتار فتختفي الإشارة وبذلك يختفي الكنز ولذلك اختيرت هذه الإشارة لتكون في الجبال وفي سفوح الجبال الظاهرة والصخرية حتى تبقى ظاهرة ويبقى مكانها واضحا مهما بلغت ومهما مرت السنون والقرون وربما آلاف السنوات إذا كانت إشارة رأس الثور إشارة رئيسة وليس التثبيت فإنها تأتي خارج المغارة التي تدل عليها وفي مسافة لا تزيد عن ثلاثة أمتار وتكون إشارة التثبيت في الداخل بمعنى آخر إذا رأيت إشارة رأس الثور خارج المغارة فاعلم أخي الباحث أنها إشارة رئيسة وأن الإشارة التابعة التثبيتية داخل مغارة قريبة جدا وهذه المعلومة أيضا من أساسيات تحليل إشارة رأس الثور ما يزال هذا الموضوع يحتوي على الكثير من المعلومات الواقعية العملية المذهلة وما نزال نمدكم بكل مهم وجديد ومفيد وإن كانت بعض المعلومات تبقى طي الكتمان مؤقتا للضرورة العلمية والبحثية في نهاية هذا الدرس لا تنسوني من صادقي دعائكم لبظهر الغيب تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر